بسم الله الرحمن الرحيم يعني الوض معدنية يعني ومغلفة بحاجة ما بتتفعلش مع الدرس سيليكون بولو ياريسين أي حاجات مش هتفرق معنا دي قوي و الظرفات هي ببساطة انها بتتفرد وتتتاني حسب الطالب يعني ايه في الوضع العادي الرجل بنبقى تانيين الدعمة كاته يعني هو تاني العضو الزكري دي جوه العضو الزكري بيتنى المتزكري حدعمة اثناء كاته يبقى ماشي بقى بانطلون عادي قوالص وبدلة اي لبس لابسه مفيش حاجة باية ساعة ما يبقى عايز يمارسل علاقة الزوجية او اياما الحمام يروح فرده بقى يخلص يروح تاني تاني بس دي ادات عمالها بساطة طبعا نلاحظ من اولا هي حاجة بسيطة جدا ما فيهاش اعطال لان فيهاش حاجة مكانيكية ولا دروس ولا مدخد تركيبها سهل سعرها يعتبر قليل نسبيا بالمخارنة طبعا بالنوع التالي اللي هو هيدروليك يعني هيدروليك بقى ضعف تمن دي طبعا ايه بقى العيب الاطباء بيقولوا عليه هم بيقولوا طبعا ان العيب ان العيب اللي فيه او يعني اللي يخلي محدش يقبل على قوي انها بتخلي انه طول العضو اثناء الارتخاء هو طول اثناء الانتصاب يعني هو دلوقتي عندنا ده مساهم حالة الانتصاب هنعمله حالة الانتصاب كده طول نفسه واحد انا كطبيب وكرجل وطعي مش شايف ان داعي باصله ولكن العيب مش ده العيب بقى من خلال خبرتنا الطويلة هو لما يكون طول العضو الزاكري اللي هو رجل اكبر منه متوسط يعني العضو الزاكري الطويل ما يمتعش ركبه الدعام لنوريها بشكل عملي انا عندي مثلا خمسة وسبعين في الممار يجال على ماليه متناشر سنتر ولما بنيجي نعمل وابع كده اثناء الارتخاء الدنيا يعني حاجة مصيدة لما يكون رجل بقى العضو الطويق ده هيبقى الوضع اثناء الارتخاء طبعا ده مش هيبس جنس رقم واحد رقم اثنين حتى لو لمس بانطلونة او لمس اي حاجة ده الطول ده هيعمل مشكلة وهيباد طبعا ده في المجتمعات الغنبية حاجة ممتازة جدا ولكن في المجتمعات الشرقية لا احدش بيقبالي حينجي رقم يقولك انا مش عارف عيش وطبعا الرجل اللي يلاقي عنه طول العضو الزكري اكبر من المتوسط يبقى اوتوماتيك نعرف اينا حمالك المجتمع وده العلم الوحيد فيها منولة نظرها مش شخصي لكن لا تيجب عيب اخر